اشتركوا في القناة تحكي عن اتفاع متوقع بالاسعار ما بين 10 ل 20 دولار للبرميل ولكن بالوقت الحالي اظن انه يعني نوعا ما مستعجلين بهذا التسعير اول شي على الرغم من البيانات اللي كانت عم تصدر ولكن نحن وصول النفط انتاج النفط ما عم يتغير هو بس يمكن فترة وصوله يمكن تكلفة كمان كانت عم تدفع بشكل يعني نوعا ما هون المشكلة الرئيسية ولكن اذا ما نشوف البيانات كمان من المخزونات اليوم في الولايات المتحدة الساقة بترعت كتير يمكن اعلى من التوقعات وكننا يعني بطلنا بالتريطوري يمكن السلبية وصرنا كمان في عنا مخزونات ايجابية التوقعات كان احنا عنا تراجع مبدئيا بحدود 2.2 مليون اقل بكتير من الشهر الماضي اللي كان عند 5.2 تراجع في المخزونات هلأ جعنا شفنا تقريبا صرنا 0.0 بتصور يعني بحدود نص مليون كمان ارتفعت فهذا بيضل على انه الطلب كان متراجع بشكل كبير عكس كل التوقعات ممكننا عم نشوف من اوبك او حتى من وكالة الطاقة اظن هيدا الشيء نوعا ما رح يحد من الارتفاعات وهون المفارقة عم نشوف اوبك عم تتوجه لتمديد يمكن تقليص انتاج الطوعي ومن ناحية تانية عم تتوقع ارتفاع في الطلب في العام المقبل هنا نوعا ما نشوف اي سيناريو هو نعم نحن نتحدث عن مستويات الطلب المتوقعة على مستوى اوبك مليونين ومائتين وخمسين الف مرميل في المقابل وكالة الطاقة الدولية توقعت نمو طلبين مستوى مليون ومائتين الف مرميل يوميا هذا التباين كيف يمكن تفسيره يعني بالعودة للمؤشرات الرئيسية هنا كمان لفترة طويلة جدا كان في عنا نوع من التوقعات تشبه بعضها نحن نحن نحكي من اوبك او من وكالة الطاقة تغيرت خلال العوام الماضية نسمع من اوبك السبب الرئيسي يمكن اللي عم تلوم فيه الوكالة الطاقة لهالأسباب هو نوعا ما بيقوله انه منه مبني على فاكت على وقائع ولكن يمكن نيتهم او اهدافهم بينه يكون عم يتوجه الاقتصاد الى اقتصاد بعيد عن النفط وعن الغاز والتوجه اكتر الى الطاقة الخضراء وعم يتاخذ هيدا الشي بعين الاعتبار وقتا عم بينقام التقرير للطلب وهون المشكلة مشناك عم نشوفها الفروقات الكبيرة اوبك كمان تحدثت عن الموضوع تحدثت انه هيدا الشي ممكن يكون عم بيؤدي لنوع من الاضطراب في الأسواق ونعرف مين منه نصدق ويمكن ريبورت ما ناخده عن الاعتبار ولكن منلاحظ ان كان وكالة الطاقة او اوبكت نينة في التوقعات الحالية ارتفعت توقعاتهم لالطلب في العام المقبل نعم ننتقل للشان الامريكي وفيما يتعلق بمؤشرات التضخمة التي ارتفعت وان كانت بشكل محدود وكذلك البيانات الايجابية في الاقتصاد الامريكي برأيك كل ذلك هل سيبعد خيار خفض اسعار الفائدة لفترة أطول بالمقارنة بالتوقعات السابقة هلأ توقعات مين هذا هو السؤال نص الأسواق كانت عم تتوقع على زوء فينا نقول كانوا عم يتوقعوا نوع من تقليص الفائدة بست مرات هذا العام وكان الارتفاعات بالأسهم نوعا ما مدعومة بهذه التوقعات اللي ما كان لأي أساس من الصحة لا سمعنا حديث من الفيدرالي وراء من كمان يمكن أعضاء الفيدرالي عم يحكوا عن الموضوع بالعكس السيناريو الأكثر عقليني يأننا نكون عم نتوجه لتقليص ثلاث مرات في هذا العام 25 نقطة أساس كل مرة أصلا أي أظن سيناريو تشددي هيك ينسحب بسرعة من الأسواق رح يكون عم يخوف الأسواق أنه ليش الفيدرالي عم يتوجه ليكون هالأد متساهل بالوقت اللي لا يزال كمان التضخم في مستويات أعلى بكتير من هدف الفيدرالي نحن عند 3.2 الهدف 2 بالمئة إذا ما نعمل الكالكليشن أو التوقعات كلما التراجعات بمستويات 0.2 كل شهر نحن نصل إلى 2 بالمئة أو نكون قريبين عند مستوى تغير السياسي في منتصف العام وليس قبل تلك الوقت فيما يتعلق بالذهب ورغم المعطيات التي تحدثنا عنها استبعاد خيار خفض سعر الفائدة وكذلك قوة للدولار نوعا ما برأيك لماذا يتماسك الذهب عند هذه المستويات؟ وهل سنرى يصحح تصحيح عاد في فترة مقبلة؟ هلأ اللي عم تقوله صحيح جدا لأنه أي مستويات فوق الألفين اللي هو مستوى نوعا ما سيكولوجيا مهم بيعني أن الدهب لا يزال غالي هلأ أكيد عنده القدرة يكون عم يرتفع أكثر عم يشتغل كمالاذ آمن يعني العديد من الأمور عم تدعم الدهب ولكن كل ما يكون عم يتماسك فوق الألفين وعند مستوى آخر مهم من النحية الفنية هو الـ 2015 و2017 تقريبا للأنثة هذه مستويات تماسك فوق الأيجابي جدا للدهب والنظرة المستقبلية ونكون عم نشوف طبعا الدولار القوي شوي رد هذا الدهب أظن قوة الدولار قد تستمر مستويات الألفين مهم نكون عم نشوف تحركاته عليها لنقول هل نكسر هل اتجاه الصاعد أم لا اتضحت الصورة سيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالدية لدى EQT شكرا لك شكرا لك شكرا لك